الأول نشوف زمينا فاروق صلاح من قدام ملعب مراء ونتعرف منه على الأجواء بقى مع جماهيرنا العظيمة جماهير النادي الأهلي تفضل يا فاروق برحب بك طبعا كابتننا الكبير الكابتن أيمن شوقي وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان من محيط استاد القهيرة كلام كتير جدا حضرتك قلت طبعا كابتن أيمن على الملحمة اللي بيعملها جمهور النادي الأهلي لكن خليني أتكلم أن كل فرد داخل المنظومة بدءا من الدولة المصرية مرورا بكل الجهات الأمنية مرورا بمجلس إدارة النادي الأهلي مرورا بلجنة المباريات مرورا بالجمهور كل فرد داخل هذه المنظومة أدى دوره على أكمل وجه أتبقى توفيق ربنا سبحانه وتعالى ثم دور اللاعبين في أرض الملعب ده اللي كلنا بنقبل فيه عايز أقولك أن منذ الساعات الأولى القيادات الأمنية هنا تيسير كافة الأمور بالنسبة للجماهير وأنا بسجل وأتكلم مع الجماهير قالوا من أسهل المباريات اللي احنا دخلنا فيها جماهير يا كابتن أيمان جاء من اللقصر وجامير جاء من أسوان ومن المينيا ومن إنا ومن صهاج ومن الغربية ومن الدأهلية والشرقية والمقنصورة ومن اسكندرية الناس جاء في عشر ساعات واثنوشر ساعة تمن ساعات ست ساعات الجميع بيتصابق النهاردة أن احنا كلنا في خلف النادي الأهلي النهاردة يوم في حب مصر في حب النادي الأهلي حمالات التثقيف والتوعية اللي تمت للجمهور والالتزامات سواء من لجنة المباريات بالنادي الأهلي وقدارة الإعلام في النادي الأهلي وأيضا مسؤولي شركة تسكارتي اللي أيمين بدور كبير جدا عايز أقولك أن الجميع من الساعة 9 الصبح يا كابتن أيمان الجميع هنا الأفراد الأمن التسكارتي جمهور النادي الأهلي في ناس موجودة هنا من الساعة 8 الصبح يا كابتن أيمان منتظرين دخول موعد الدخول أيضا جماهير النادي الهلال السوداني دخلت لأرض الملعب أو المدرجات بكل سهولة بكل يوصر عايز أقولك الجماهير النهاردة بترسم ملحمة حالة من السعادة اللي بنشوفها عند الجمهور عندهم ثقة في العيدة النادي الأهلي الجميع اللي النهاردة بيتصابق إن شاء الله لتقديم صورة طليق بالرياضة المصرية طليق بالدولة المصرية طليق بالنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي اللي عنده كل الحماس الموجود عايز أقولك إن دقايق يا كابتن أيمان طبعا وخلاص هيتم غلق أبواب الأستاذ في تمام الساعة الثامنة بسبب الإقبال الكسيف من كافة الجماهير اللي بتملأ جنبات أستاذ القاهرة سمعت كده دلوقتي سمعت مستمرين طبعا يا كابتن أيمان زي ما قلت لحضرتك إن الجماهير بترسم ملحمة طبعا بالفعل هنا في الأستاذ القاهرة عايز أقولك توفض الأسر المصرية من جديد بنشوف يعني زي ما قلنا الأطفال الشباب الرجال الجميع اللي هرده هدف واحد طبعا مع ساعات الصيام وطول فترة الصيامة كابتن أيمان ولكن الجميع أنا فيما شاهد شفناها كابتن أيمان بعض الجماهير مجمع بعض من محافظات اللي عاديين بيفطاره مع بعض توزيع بعض الوجبات أيضا ومن بعض الشركات هنا اللي موجودة إنها تيسر هذا الأمر عايز أقولك إن جميع النادلالي في جميع بتلاقي قاعدة مع بعض ما يعرفوش بعض يا جميع من محافظات مختلفة عاديين بيفطاره الجميع النهاردة يعني زي ما قلت لحضرتك كابتن أيمان الجميع بيقد دوره كل فرص داخل المنظومة بدءا من الدولة المصرية والج service ومجلس قدرة النادلالي ولجنة المبارات الجميع بيقد دوره في انتظار توفير ربنا سبحانه وتعالى ثقاتنا في العيبة للنادلالي اللي النهاردة الجمهير كلها كلها وثقة في العيبة وثقة أن العبت النادلالي على قدر المسئولية وثقة أن العبت النادلالي قادرة أنها النهاردة اتحقق الانتصار الشيء اللافت للنظر إن معظم الجماهير اللي بسألها يا كابتن آيمن توقعتها للمباراة كله بيتكلم في خمسة في ستة في أربعة أعتقد طموحهم كبير جدا في العبت النادي الآلي طاقت طبعا مستر رامارس الكولر واللعبين إن شاء الله هيكونوا على قدر المسؤولية طبعا في اختيار أي 11 لعب هيكونوا موجودين داخل الأرض المستطيل الأخضر إن شاء الله هيسعدوا جماهير النادي الآلي في الوقت اللي أنا بكلمك فيه دوقتها يا كابتن آيمن جماهير النادي الآلي خلاص بتملأ السعر الرسمية المحددة للجماهير في هذه المباراة بتتجاوز طبعا لنسبة 50 ألف متفرج الجماهير بتملأ كاف الجنبات أستاذ القيارة مشهب بيدل على قوة وعظمة الدولة المصرية بيدل على عظمة النادي الآلي على دور مجلس إدارة النادي الآلي على دور لجنة المباريات على دور جمهور النادي الآلي اللي الجميع أجمع النهاردة إنه هو اللعي برقم واحد في هذه المباراة طبعا أنا موجود معك كابتن أيمن لو فيه أي استفسار أو أي تساؤل شكرا جزيلا يا فاروق قلت كل حاجة يعني شكرا يا فاروق ألف شكرا